معك دكتور منصور أنور حبيب مدير إدارة الخدمات الطبية والصحة المهنية في شركة الانتصالات المتكاملة وطبيب الشركة الرعاية الصحية عبر الهاتفية أو الحلول تندرج تحت الحلول الصحية الذكية هذه من الحلول المبادرات السباقة في المنطقة موجودة اللي هو عن طريق التواصل عن بعد ممكن الطبيب أن يتواصل مع الاختصاصي أو مع الممرضة لفحص المرض المعين أو الكشف عن عرض معين مثال إذا عندنا مركز صحي في أحد المناطق البعيدة عن مستشفى تخصصي فممكن عن طريق هذا الجهاز اللي شوفه خلفك يستطيع طبيبه الممرضة في ذيك المنطقة فحص المريض رؤية الحلق رؤية الأذن العيون الجلد أي منطقة في الجسم ويكون عن طريق التواصل المباشر من الناحية الأخرى الاختصاصي يكون موجود والطبيب يكون موجود في ناحية ثانية ويعطي الإجابة أو يعطي التوصية في عمل اللازم أو شو هي الخطوة الثانية وأيضا الجزء من الحلول الصحية الذكية اللي عندنا الرعاية المنزلية عبارة عن مجموعة من الأجهزة قياس طرط الطام قياس السكر قياس نسبة الأكسجين تقاس عن طريق أجهزة في المنزل عن طريق أي حد يهتم في كبار السن أو من الأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم وعن طريق بطاقة اتصالات دوو اللي هو الريجي نتورك تنقل المعلومات إلى الملف الصحي للمريض إلكترونيا ويستطيع بعدين الطبيب وفيتها من ناحيته في العيادة أو في المستشفى فهذا يساعد في أولا يصال الرعاية الصحية لكل منزل يساعد في تقليل حالات الوفيات تقليل حالات الإصابات وسيطرة على الأمراض المزمنة والوصول إلى الأبراد في أي بقعة أثناء أي وقت حياة نحن 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 نفتح هذا نحن نفعل هذا حسنا نحن نحن نرى يداعر إن طبيب يتقليل تقالي ماريا هل ان تر comigo? انت الإام نعم حسنا ماذاображ الأبراد في دماس باه اصحاب الأبراظ المزمنة لون اذا كنت أ sih تchodضاء cent وبين وعندك جهاز ECG أو خليط القلب وعندك جهاز الربو هذا ينقل المعلومات بعدما يأخذ القراءة مثلاً جهاز طفل الدم بعدما يأخذ القراءة ينقلها أوتوماتيكياً عن طريق البلوتوث إلى هذا الجهاز وهذا الجهاز يكتوي على بطاقة دو 3G وينقلها أوتوماتيكياً على طريق شبكة دو إلى الملف الصحيلي المريض